بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي اجمعت ثالثة ثانوية علم تجربية وتقنية رياضي ورياضي ما زلنا مع المراجعة الشاملة والتحذير للباكالوريا حيث اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل هذه المسألة الرائعة والشاملة ما أنصحكم بولادي ابنتي إلا بالصبر على الفيديو حتى تتمكنوا من حل أسئلة من هذا النوع حيث قال واحد روماني F دالة عددية معرفة على المجال من صفر إلى زائد مية بالعبارة F لإكس سينا نقص X زائد ثلاثة زائد إثناني ألن X على X C F تمثلها البيانة في المستوى المنسب لمعلم متعامل ومتجنس OEJ قال أحسب لميت F لإكس لما X يأول زائد مية لنهاية ثم لميت F لإكس لما X يأول إلى صفر موجب وفسر النتيجة المحصلة عليها بيانة يعني نقصده بالثانية ثانيا قال G دالة عددية معرفة على المجال من صفر إلى زائد مية بالعبارة G لإكس سينا واحد زائد X مربع زائد إثناني ألن X آلف أدرج اتجاه تغير الدالة G بقى البين أن المعادلة G لإكس سينا 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصل بين صفر 52 وصفر 53 ثم استنتج إشارة G لإكس على المجال من صفر إلى زائد مية بالنهاية ثالثا قال بين أنه من أجل كل X من دي F أن المشتقة F فتح لإكس سينا ناقص G لإكس على X مربع ثم شكل جدولة تغيرات الدالة F رابعا قال بين أن F لألفا 32 في واحد على ألفا ناقص ألفا ثم أحصر F لألفا أعطي حصرة خامسا قال بين أن المستقيم دالتا ذو المعادلة Y زائد X يساوي الصيف مقارب مائل للمنحنة C F ثم أدرس وضعية C F بالنسبة للمستقيم هذا سادسا قال بين أن C F يقبل مماسا T و Z دالتا ثم أكتب معادلة له سابعا قال نقبل أن C F يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين في فاصلتيهما X0 و X1 حيث X0 محصور بين 0.22 و 0.23 و X1 محصور بين 2.11 و 2.12 السؤال هو أنشئ دالتا T و C F ثامنا قال M و Z حقيقي ناقش بيانين حسب بيانيا عدد حلول المعادلة ماذا؟ المعادلة X مربع ناقص أسية M X ناقص ثلاثة تساوينا الصفرة ثاني روماني قال لتكن الدالة X المعرفة على المجال من الصفر لزيد مائل بالعبارة X ل X ساوينا F ل X لكل مربع قال شكل جدول تغييرات الدالة X ثالثة روماني قال من أجل كل عدد طبيعي أن نضع إلي أن تساوينا التكامل أسية N إلى أسية N زايد 1 F ل X زايد X تفاضل X واحد قال أعطي تفسيراً هندسياً للعدد U ل N ثم ثانياً قال بين أنه من أجل كل N من N أن U N مجابة تماماً ثالثاً قال أحسب U N بدلالة N ثم رابعاً قال أحسب بدلالة N المجموعة S N الذي S N يساوينا E0 زايد E2 زايد E4 إلى غاية E2 ثم خامساً قال هل يوجد قيم العدد الطبيعي أن حيث S N يساوينا إثنى عشر يعني مسألة رائعة نحاول الولادي ننطلق في الحل نقطة نقطة إذن السؤال الأول اللي هو واحد حساب نطلق بالنهاية اللي هي limit F لX لما X يقول لي زايد ما لا نهاية هنا لو نشوف تعطينا هنا ما لا نهاية وهنا ما نحالية عدم التعيين ما علينا إلا نفركته صبحنا هكذا نساوينا limit ناقص X زايد ثلاثة على X زايد اثنان في آلان X على X هكذا لما X يقول لي زايد ما لا نهاية هنا لو نشوف هذه تعطي لي صفر وهذه نهاية شاهرة صفر نعوض هنا إذن مباشرة راح تعطي لي ناقص ما لا نهاية إذن نهاية التعي يساوي نشعر ناقص ما لا نهاية علاها أستاذ أن هذه نهاية شاهرة صفر وهذه ثان صفر تعطي لكم هنا ناقص مع زايد تعطينا ناقص ما لا نهاية بعدها قال لي كذلك حسب لي limit F لX لما X يقول للصفر بقيام كبرى نعوض تعويض مباشر اللغة الثم زيرو بليس هي ناقص ما لا نهاية على زيرو بليس تعطيكم هكذا ناقص ما لا نهاية على زيرو بليس هذه مش حالة عدم تعيين إنما هي ناقص ما لا نهاية مباشرة لكن قال لي وفسر نتيجة المحصلة عليها بيانيا نقول أعدادية معرفة على المجال من صفر للزايد من هنا بي جي لكس ينواحل زائد إثن إكس مربع زائد إثنين ألن إكس أدرس اتجاه تغير الدلاج ثانيا من دراسة اتجاه تغير الدل من هي جي أكيد هنا يروح نشتق نقول جي قابلة للاشتقاق على المجال تعرف التحول اللي هو من صفر إلى زائد مالا نهاية حيث جي فتح لإكس تساوي هذا يعطينا صفر هذا يعطينا ثنين إكس ثنين إكس زائد العدد في الدالة تعطينا ثنين على إكس تعطيكم هكذا ثنين في واحد دالة إكس هذه هي هنا يكي يجمع لوحد المقام بلا متوحد المقام هذه القيمة رأي موجبة تماما في المجال هذا لأن هذا موجب هذا موجب جي دالة كيف هي متزايدة تماما مباشرة بعدها جي السؤال اللي هو بعده باقى بيّن أن المعادلة جيلي إكس تقبل حلا واحدا آفا حيث محصور بين سفر تنين وخمسين وользو choisب يمت generations جيدة إذن قلت أولادي بين أن المعادلة جيلي اكس تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصور بين صفر ثلاثة وخمسين هنا السؤال أكيد مباراة قيمة توسطة إذن نقول البرهان أو التبيان أن المعادلة من هي المعادلة اللي هي جيلي اكس تساوي الناس صفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث الألفا عطاوها بين صفر ثلاثة وخمسين وصفر ثلاثة وخمسين أولا نشوف هنا الدلت تعنا كيفاش رايجية؟ رايجية متزايدة هكذا أولا نقول بما أن جي مستمرة أول شيء ركزوا لها الاستمرارية لأنك يجي معنا من يركزوا غير ركزة بل لا الاستمرارية هي اللولة مستمرة ومتزايدة تماما على المجال التي تعناها صفر ثلاثة وخمسين هكذا وجيلي صفر فاصل ثلاثة وخمسين هو ناقص صفر فاصل صفر ثلاثة وجيلي صفر فاصل ثلاثة وخمسين هو صفر فاصل صفر واحد يعني نعوض في الدلت جي فإن واش؟ فإن جيلي صفر ثلاثة وخمسين ضرب جيلي صفر ثلاثة وخمسين رأى أقل من الصفر لأنه واحد مجب واحد زالب نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة لهي جيلي اكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا اسمه ألثة أو بين سؤال هذا روتين في أحد البكالوريت قالوا له أبين أن المعادلة جيلي اكس تساوي أن واحد تقبل حلا وحيدا هنا أولادي ثاني كيم بعض الطلبة يقول لك نقلب رجع مننا نحل جيلي اكس ناقص واحد سهل لا نخلي هكي ما رأي لكن نقول بما أن الدلجي مستمر روارات ومتزيدة تماما على المجل التاعي ونروح نحسب صورة صفر مثلا ثنين وخمسين مثلا أنصيبوها صفر فاصل تسعة وتسعين وصفر فاصل ثلاثة وخمسين مثلا نصيبوها واحد فاصل صفر واحد فنقول هكذا سمعوا فنقول واحد ينتمي إلى جيلي صفر اثنين وخمسين وماذا وجيلي صفر ثلاثة وخمسين حسب مبرة القيم التوسطة فإن المعادلة جيلي اكس تساوي أن واحد تقبل حلا واحدا هذا هو كيفاش يعني لما يعطونا الواحد ولا اثنين ولا ثلاثة لازم الصور التاعي لينصيبهم ولادي لازم هذا العدد يكون في وسطهم هذي باش تكونوا على علم رأي جاي في 2014 للتقني الرياضي و2009 للعلميين صاحا بعدها بين السؤال اللي جيلي سق فيه سنتجي الإشارة إشارة نقدرو نديروها هنا يا إذن عندي هنا اكس هكذا القيمة منه عما تنسوها الناش جيلي اكس عندنا تلع دمنا عند من؟ عند الفا علاها أستاذ لأن المعادلة جيلي تقبله حلا وحيدا عندها الفا يعني جيلي الفا شعن تساوي؟ تساوي لنا صفر صاحا بما أن الدلالة هي متزيدة وهي الالفا التيعكم شوفوا منها رأي سالبة منها موجب سالب موجب هذه إشارة تعمل بتاع جي صاحا بعدها أعود درجع للدلالة أفا وكملنا مع الدلالة جي اسم هذا الجزء رأي جزء مساعد قلي بيلي بلي المشتقة تعدل لأف تساوي لنا ناقص جيلي اكس على اكس مربع البرهان أن أن ماذا؟ أن جي أف أف فتحة لأكس تساوي لنا ناقص جيلي اكس على اكس مربع نقول الدالة أف قابلة للاشتقاق على المجال المعطل هو من صفر إلى زائد مالنهاية ودالتها المشتقة أف فتحة لأكس يساوي هاي الدالة تعالى هذا كنشتقه يعطينا ناقص واحد خلاص زائد الآن مشتق البسطي في المقامي ناقص مشتق المقامي في البسطي على المقام مربع هذا كنشتقه صفر هذا كنشتقه هو ثنين على اكس لحظوا معي إذن ثنين على اكس مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام خلاص هذي منا في البسطي هكذا على المقام مربع هذا مع هذا يروح أقول لكم وننشر ونوحد المقام نوحد المقام هذا تصبح لي هنا ناقص اكس مربع ناقص ثلاثة اكس هكذا قلنا ناقص نعم ناقص ثلاثة هنا ثنين عفوا هنا زائد ثنين ناقص ثلاثة ناقص ثنين على اكس مربع هذا مع هذا يعطينا ناقص واحد لاحظوا هذا هو ناقص واحد نخرج الناقص عام المشترك هكذا زائد زائد هذي شكونا هي شوفوا معي أولادي هي جي سموا منه صبحت لنا ناقص جي لأكس على اكس مربع برافو الجمعالي جابوا المشتقى صحيحة صح أكيد فإن الإشارة التعادل المشتقى أكيد من إشارة ناقص جي لأكس لأن هذا موجب سمى ناقص جي لأكس لكان جي هنا ولادي ونضرب هنا في ناقص صباح هنا زائد وهنا ناقص سمى هذه هي الإشارة التعامل تعذرك تعافلي اكس هو مباشرة المشترح سؤال مباشرة المحكوال وقال ثم شكل جدول التغيرات سمى خلنا سؤال خفي لهو الإشارة التعال المشتقى هاي من الإشارة التعال المشتقى كانت جي نضربناها في الناقص صباح هنا سؤال لبعده جدول التغيرات الدلة أف نقدر جدول التغيرات نديروه هنا شوفوا معايا أف فتح لأكس هكذا وهنا أف لأكس نطلع ونهبط هنا نلقي ناقص ما لنهاية وهنا ناقص ما لنهاية وهنا أف لأر درتو هنا أبه نحتاجوهم بعد وما ننسوشوا لهذه القيمة الممنوعة التاعي صحة بعد ما كملنا الآن من كل هذه الأعمال سوف نتقدم الآن إلى السؤال اللي جاء بعده سؤال بين أو كي يجي مع اللي يعرفوه يسموه الحجرة والصباطي لكم شافين أنا سميته هكذا غير بيجي سهل في الخدمة فقط إذن سيوا شوفوا لدي وحدكم شوفوا لتخرجوه نتاع أف لألفا البرهان أن أو التبيان أن أف أف لألفا تساوينا اثنين في واحد على ألفا ناقص ألفا هكذا أروح جولا دي نتبعو غير نقطة نقطة نتابع إذن هنا أولا نجو إلى لدينا أف لألفا تساوي نجو اللي هنا نعوضه بألفا صباحنا ناقص ألفا زايد ثلاثة زايد ثنين ألان ألفا على ماذا؟ على ألفا وهو شوف شراء طالبنا ورّي الحجرة ها هي بنا ثنين ألان ألفا أولا ألان ألفا هنا واش قلنا؟ إلاكم الذكرين قلنا باللي جيلي ألفا تساوي السفر كنت كاتبها لكم هنا لدينا أنه جيلي ألفا تساوي السفر لأننا لاحظت الكثير من الطالبة ما يعرفش لهذا السؤال هو بسيط جدا نصيبه في الأسية ولغة الإثمية عندنا جيلي ألفا قلناش على تساوي تساوي نصفر عوضوا لنا بألفا ترجع لكم واحد زايد ألفا مربع زايد ثنين ألان ألفا يساوي السفر نروحوا لعبرة التعجي نعوضوا بالألفا ندي هذا الزوج مننا تصبح لثنين ألان ألفا تساوينا ناقص واحد ناقص ألفا مربع ها لكن تلاحظوا ما درت ولا شي بعدها نجي لهذا القيمة أولادي نحطها هنا هذه معنى الحجرة نحوها تصبح لألفا وشو يساوي ناقص ألفا زايد بثلاثة ناقص واحد ناقص ألفا مربع على ألفا مش درتها أستاذ هذه نحيتها حطيت بلاستي تصبح لنا هذه معنى شاء تعطيكم تعطينا اثنين نوحدوا المقام ترجع لنا ناقص ألفا مربع زايد بثنين ناقص ألفا مربع على ألفا لاحظوا ما هي بلتي هي صح تصبح لنا ناقص أثنين ألفا مربع زايد الثنين أعلاما على ألفا وشنا نخرج Licenciان المشترك نخرج ثنين نخرجхنا ثانين ثنين ثنين في ألفا ناقص ألفا مربع زائد واحد على ألفا ناقوم الآن بالتفكيش في متاع المقام صبح لنا ثنين في ناقص ألفا مربع على ألفا زائد واحد على ألفا النحو مننا ألفا ونحو مننا ألفا صبح لنا兩個 ساوينا ثنين في الجمع عملية تبديلية تصبح لي واحد على ألفا ناقص ألفا A زي بي يسوي بي زي دقل شوفوا تشوفوا مليح آي خرجت خرجت بي كل بساطة خرجت صحي توب شوف شدي ولي دي ولي بنتي أحبس الفيديو وعودها وحدك باكي تسير فكرة كي ماذي خلاص منيش عندك معها مشكلة صح روحوا الآن إلى ثم حصرة F لألفا حصرة F لألفا كي يقول لي حصرة جمعا نحاول ننطلق باللتي ننطلق أولا من ألفا من محصور ألفا رأى محصور بين 0-52 و-53 ألفا بين 0-52 0-53 ندل المقلوب نصبح لي واحد على ألفا يقلب بالمتبينة واحد على صفر ومنا واحد على صفر و-52 متبينة قلبة هذا يرجع من وهذا يرجع من ونحطها كي يقول لا ننطلق ألفا لا لا تعودوا لألفا ثان تحصروا عندكم هاي ألفا ضربوا في نقص فارجعنا نقص ألفا محصورة بين ناقص صفر ثلاثة وخمسين وناقص صفر ثلاثة وخمسين لأن الناقص كذلك يقلب بالمتبينة بجمع هذه مع هذه بالجمع طرف لطرف وش نلقى؟ نلقى أنه واحد على صفر ثلاثة وخمسين ناقص صفر فاصل ثلاثة وخمسين واحد على ألفا ناقص ألفا جمع الزمع هذا ثم أقل من واحد على صفر ثلاثة وخمسين ناقص صفر ثلاثة وخمسين اشتعي خصنا خصنا العدد الثنين نضربوا نضرب هنا في ثنين وهذه في ثنين وهذه في ثنين ترجع لي هذي شكون هي أولادي؟ هي أف لألفا أف لألفا محصور ما بين ثنين فاصل سبعة واثنين فاصل ثمانية هذا هو أف لألفا التعيب المحصور أف لألفا ثنين فاصل سبعة واثنين فاصل ثمانية بالتقريب هذه نحتاجها والألفا التعيب قلناها رايونا محصور خلاص صحيح رابوا لي جابوا صحيح نزيدوا الآن نتقدم الآن السؤال هذا خلاص طويناه هذو من الأسئلة اللي يجونا بزاف نصادفون في الأسية ولغاية المية كيما باكتا ألفين نخرج على الموضوع نبقى دائما في هذا باكتا ألفين واثنى عشر أعطوهم ألفا محصور بين ناقص صفر فاصل لاثنين وناقص صفر فاصل واحد وعطونا أف لألفا تساوينا ألفا في ألفا زايد واحد وقالوا أعطي حصر لاحظت هنا التلاميذ وللطالبة جلوهم يغلطوا في حصر هذه العبارة ركزوا معي أمليح باهم نوصلوا لهذه واشرعيكم من زيد وضرق آلفا نزيدوا لها واحد صباحنا من نصف فاصل لثمانية ومن نصف فاصل تسعة عفوا صف فاصل تسعة الكثير من الطالبوش يقول لك يقول لك نضرب ذن في ذن وذن في ذن وذن في ذن ويقول لك بعض التلاميذ يقول لك أستاذ نضرب أنا ذن في ذن وذا في ذن ونعكس المتبينة ما تخرج سمعوا ش تقول القاعدة سمعوا الرياضية تتعلي السنة الأولى ش تقول ثانا منها اللي قلتوا الدرس الحصر لا يجوز ضرب متبينة موجابة في متبينة سليمة منوع شا تروح تديروا لدي تروحوا لهذه اللي كم تشوفوها السلبة تضربها في ناقص سلفوا ناقص تجعلنا ناقص ألفا هذه نضربها في ناقص بحلنا هنا 0 1 ومنها 0 2 شوفوا معايا لا أستاذ هذي رأي سلبة لا لا ذي رأي موجبة شوفوا شوفوا اللي هنا رأي موجبة تدرك عندك كل حق تضرب ذي في ذي واش ترجع ناقص ألفا في ألفا زايد 1 تضرب ذا في ذا تعطي لك 0.08 وذا في ذا 0.18 ركزوا معايا مليح تضرب ذا في ذا ولكن رأي مسلف ناقص هاو ذاك الناقص اللي كم سلفه تعاود تضرب ذي في ناقص ترجع لكم ألفا في ألفا زايد 1 هذه الدور تقول لنا ناقص 0.18 ومنها ناقص 0.08 هذه هي يا ولادي أفلي ألفا الحصر التحى الصحيح وهو ناقص 0.18 هذا هو الحصر الصحيح إذن لما تكون عندك وحدة موجبة وحدة سلبة ما في شي في الجمعة في الضرب من منوع تضربهم لازم ذيك السلبة تضربها في ناقص تقلبها موجبة وتخدم ومن بعد تعاود تقلب بالناقص وحدة طرحت عني السؤال اليوم قلت لي يا أستاذ لو كانت تكون اللولة سلبة والثانية سلبة اللولة تضربها في ناقص والثانية في ناقص يرجعون لزوج موجبين وتضربهم في بعضهم البعض وما ترجعوش الناقص لأنها عندكم مزوج ناقص 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 تاعة 2012 لشعبات رياضية السؤال اللي جاء بعده قال لي بيّن أن المستقيم هذا مقارب مائل البرهان أن دالت مستقيم مقارب مائل لي سي اف أكيد عند زايد ما لا نهاية لا أستاذ لأن هذا لم أعرف جيد زايد ما لا نهاية هنا لازمنا نهاية تنسبها تسوي نصف المعنى ليميت آف لإكس ناقص إغراج لما إكس يقول لي زايد ما لا تسوي شوفوا هنا يانج ما لازم ما تخلوش معادلة كذا رجعوه له ما نهاية ترجع لكم هكذا إغراج يسوينا ناقص إكس هيا لكشة صباحنا صباحنا ليميت ناقص إكس زايد ثلاثة على إكس زايد ثنين آلان إكس على إكس زايد إكس أننا نجيبه شوفوا معي هاهيونا حطوها هنا ترجع لنا زايد لما إكس يقول لي زايد ما لا نهاية هذا معاهد هيروح وهذه تعطيكم صفر وهذه تعطيكم صفر سما نهاية تلفرق صفر واش نقر نقول ومنه ضالط مستقيم مقارب مائل لسي آث عندنا زايد ما لا نهاية هل منصيبه نهاية تلفرق تسوي صفر لما يقول لي برهن أما لما يقول لي أحسب بالنهاية ما نشعر فيه صحة الآن وضعية سي آف بالنسبة إلى ضل هنا يندرسوا إشارة الفرق فرقة تعنا اللي هو آف لإكس ناقص إجراج هاوش قينا القيناة ثلاثة زايد اثنين آلان إكس على إكس هذا موجب على حسب مجموعة التعريف سمع المسؤول هو هذا نقول سمعوا لدي إذا كان ثلاثة زائد بثنين آلان إكس مثلا أنتم سيستفر ركزوا معي لاحبين ندير تصبح قوت لكم إذا كان شرط رجعوا هذا مننا صبح لنا ثنين آلان إكس يسوي لنا ناقص ثلاثة ناقص مننا على ثنين مننا على ثنين ترجع هكذا ندخل السية صبح لنا السية عفوا السية مع آلان تروح صبح لأيكس سوي لنا السية ناقص ثلاثة على ثنين وهذا القيمار يموجب على السرواكم لأن السية دائما موجب بعدها واش نروح ندير ندير الوضعية التالية نقدر نزيد ندير وهنا هكذا هنا عندنا إكس وهنا آف لإكس ناقص إكس عفوا زائد إكس سمحوا لي زائد إكس آف لإكس زائد إكس أنهنا كنجيب هذا ناقص وهنا تصبح هنا زائد هكذا صح القيمة من وعما نسوهاش صيفر السية ناقص عفوا ناقص ثلاثة على ثنين هكذا هنا عندي زائد ملانية شوف كيف نعين إشارات كان يخدم بالمترجعة عادي تخدم حتى له شو الإشارة هذا في هذا هذا فيذا واش تعطيكم زائد نفس عكس كان تكون هكا هذا فيذا تعطيكم سالب ناقص زيت الوضعية هنا سي أف يقع فوق عفوا تحت سمحوا لي تحت دالطة هنا يراه يقطع وهنا راه فوق سي أف فوق دالطة هذه الوضعية امتعنا بعد ما أنهينا الآن من هذا الأمر خلاص الوضعية درناهنا لأننا نحتاجها بعد في الرسم في أشياء أخرى نأتي الآن إلى السؤال لجوره قلي بي أن أن سي أف يقبل مماسا أنا في السؤال سادس كاذا هذا المماس يوازي دالطة البرهان أن سي أف يقبل مماس عفوا مماسا تي يوازي دالطة هنا أكيد لازم تكونوا تعرفوا بلين أقول دائما أن حل المعادلة أف فتح لإكس صفر ولا ولا إكس تسوينا معامل التوجيه معامل التوجيه هنا أعسروا المعادلة ما مش مدينها نوم المرة مدينها معادلة دي كارتية الرجع ذا منها ترجع لي هكذا إكس إقراج يسوي ناقص إكس شو معامل التوجيه شعر راح كثير ربما يديروا معامل التوجيه تسوي واحد لا لا ترجعوها ترجع لي ناقص واحد شعر قال لي كين من مماس كين واحد السما المعادلة نصيب لها عندها حل واحد ولصبنا زوج واحد نرفضوه نصيبه ما ينتمش لنجموعة التعريف بتعلموا كل أفكار صباحنا ناقص جي لإكس على إكس مربع تسوينا ناقص واحد هلأ أن هاي لك مشتقدت صباحنا ناقص جي لإكس صباحنا ناقص واحد ناقص إكس مربع ناقص اثنين آلان إكس أنا هنا يضربها في ناقص ها هو الناقص على إكس مربع تسوينا ناقص واحد كثير يقول الطرفين جداء الوسطان في حل المعادلات مكاش جداء الطرف من جداء الوسطين نرجعوها معادلة صفرية رجعوها ذا منها ترجع لي هاك زائد واحد يسوي صفر نوحد المقام ناقص واحد ناقص إكس مربع ناقص اثنين آلان إكس زائد إكس مربع على إكس يسوي صفر مربع وحتى المقام هذا مع هذا ها هو راح ينعدم كسر إذا نعدم بسطه المقام مستحيل ينعدم في الكسر الرجع واحد في هذا صفح ناقص اثنين آلان إكس يسوينا واحد نضرف في الناقص ترجع لي ناقص ناقص هكذا نقص معلاء صفح لآلان إكس يسوينا أسية ناقص واحد على ثنين هذه رقم عارفين اشتهية في الرياضية تبعوا معي أمليح عفوا لا إله صفح ناقص واحد على ثنين ندخل علي الأسية صفح لي إكس يسوينا أسية ناقص واحد على ثنين وهذه هي نفسها إكس تسوينا شوفوا تنقلب ترجع لنا واحد على أسية نص وهذه كذلك هي نفسها واحد على جذر الأسية لأن تعرف القوة النصفية اشتما تمثل تمثلنا جذر اسم ما هذا هو هل وصلنا نعم نقول ومنه CF يقبل واش يقبل مماسا ت يوازي دلتا عند النقطة ذات الفاصلة شعر الفاصلة واحد على الجذر أ هذا هو الجواب نصبنا حل واحد وهذا الحل نحسبوه نصيبوه التامل هنا للمجال صفر فاصل صحة بعدها يكتب معادلة الممس معادلة T Y يسوي أن F فتحة لما لواحد على جذر E في X أجيبوه أجيبوه وخطها له شا ترجع لك هذه X صفر لسطة سما واحد على الجذر E بلا ما تحسبها شوش على قيمتها بلا ما تعاود تحسب هي نقص 1 سما هذي نحيها كامل وحط في بلاست نقص 1 بلا ما تحسب أما هنا لا لازم تروح تعسب F ل 1 على جذر E يسا ها هي العبارة التاعي تعطي لي نقص 1 على جذر E زائد 3 زائد 2 في 2 E شوفوا هنا الأفضل الأفضل معي هنا استعملوا ذي دقوا نقول لكم ما لا استعملوا هذه بات جي عليكم سهلة هذي تجي كم شو على هنا تقول لنا ناقص 1 على 2 الكل على 1 على جذر E في هذه يجب تكون تعرف باللي تستعمل ذي خير دعون لكم على هذا ينزل هنا شوف ترجع عنا ناقص 1 على جذر E زائد 3 زائد 2 في ناقص 1 على 2 في أ ل 1 على جذر E تركزوا معا يمليح هذا ينزل ألم الأسية معروف هو 1 و هذا مع هذا يروح شوفوا اشتر يرجع ها شرح بالتفصيل سمع هنا شعل ترجع ترجع 2 كسر على كسر هذا يبقى وهذا ينقلب هذا ينقلب يرجع الكم هنا ها 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 نلقى هذي F لي 1 على جذر شوف نوسيك سمع معايا وسمع دير بوز وعاود هذا النقطة وحدك لازم توصل لها وحدك صح سمع مباشرة نصبح لي يساوي ناقص X زايد 1 على جذر A أما هذا هذه ذكة اللي كنت شوف فيها نعوض ها بما يساوي هاللي هي ناقص 1 على جذر A زايد 2 جذر A شوف معايا هذا فيذا هذا فيذا ناقص 1 على جذر A زايد 2 جذر C ها ها ديجا هذا مع هذا ها راح ترجع لي Y ساوي ناقص X زايد 2 جذر A هذه معدلة T هذه المعدلة التعمل تعتي أشفع عليها بعدها قال لي نقبل ما قال لي حسب نقبل باللي المنحنة معايا التقاطع معايا محور الفواصل في زوج أنقط فاصلة تعلول شوف وين جاية والثانية تشوف وين جاية أي روك قال لي ما تحسب قال لي مباشرة أنشئ سمع طو هن نقاط مساعدة أنجو الآن نشئ أولا نرسم معلم نتابع جيدا أولا قلنا نرسم معلم هاو المعلم التاعي ثانيا الروح قال لي أرسم دالتا نرسم دالتا التعناء دالتا التعناء هو جاي المنصف الثاني يعني يجينا هكذا أو سهل الرسم التاعي صفر مع صفر يجينا ناقص واحد معه هنا يجينا هنا عوضوا فقط نسيبوه هكذا لاحظوا هذا هو دالتا التاعي هذا الدالتا نكتب المعادلة التاع اللي هو دالتا ذو المعادلة ي ناقص اكس أفضل تكتبوها لي هكذا ما تكتبوهاش هكذا لأننا نحتاجوها من بعد السؤال تعلموا نقاشها نجو الآن إلى الممس تي الممس ربما الكثير يجي يقول لك أستاذ نعوض بصفر وواحد الممس يخرج صحيح المنحنة يخرج غالط تبع معي لرسم الممس بطريقة صحيحة أول حاجة نعوض بها هي الفاصلة اللي القنا هي واحد على جذر أ واحد على جذر أ كي نحسبوها أولادين سيبوها صفر فاصل ستة عوضوا اللي هنا بصفر فاصل ستة يعوضوا سيبو ثنين فاصل سبعة نحتاج نقطة واحدة فقط لأنه رأي وزي دالتا النقطة اللي هي صفر فاصل ستة هاي وين صفر فاصل ستة مع من مع ثنين فاصل سبعة هنا جينا هنا النقطة هذيك ونجي وندير هكذا المستار التاعي هكذا منا ونجي نطلع نطلع ونرسموه هكذا لازم يكون يوزي بجرس متاعي صحيح لازم يكون دالتا التاعي تاعي جي وزي هكذا وهاهي نقطة التامس ما ننسهاش هي الأصل كامل ونكتب هنا ت ذو المعادلة ي يسوينا ناقص اكز زايد اثنين جذر ا شوفهم عيام ليح الخدمة كيف تكوف هكذا ونقطة التامس هي الصح صح عندنا كذلك نقاط التقاطع مع حامل محوى الفواصل اكز صفر صفر فاصل ثنين وعشرين صفر وعشرين سمجينا هنا هذه اكز صفر اكز واحد ثنين فاصل ثنين فاصل وثنين فاصل فاصل اثنى عشر يعني هنا هذه هي نقاط تقاطع هذا نقاط تقاطع الروح كذلك الان الى عندنا مستقيم مقارب شقولي الى كمحاسين اللي هو ذو المعادلة اكس يسوينا صفر ها هو هنا هذا هو اللي تحدثنا عليه انتعلم هل قال لي فالسر النهاية هانا حين ركزوا يمليح ولا دلي ان كثير وكيل حق للمنحن ما يجيب الصحيح ها صاحة عندنا كذلك القيم الحدية ها هي قيمة حدية والره alpha مع أفلي alpha قيمة الحدية والسابقة التاحة صاحة عندنا alpha 0.52 6.53 يجينا هنا في الوسط هذه alpha الصورة التحارة محصورة بين ثنين سبعة ثنين ثمانية لكن هنا يجينا هنا يجينا صورة تعنا هنا ونضروا شيء يشبه للجبل هك لاحظوا كذلك نرسم طالع من الحق له طالع مع X يساوي 0 يجي من ويطلع هكذا ويطلع يطلع يطلع عفوا حالو نرسم طريقة مليحة هكذا هكذا من عفوا وجي هكذا طالع في الأصل يجينا طالع من يلحق حتى النقطة هذه ومبعد يجي هكذا يمس فقط تحتاج نقطة التامس هذه كي تدي يا جماعة زجون قط من راسك هذا نقطة التامس وين تفيق لها وما تعرف هكذا صح كي ترسم كما كت تفيق لها ومبعد شي يسر له يلحق هنا الفوق ومبعد يهبط يروح جهة من جهة دالتا لعند نحنا عنا مستقيم مقارب مائل جهة زايد سممنا ويهبط هكذا ويرح متى جهة نحو واش نحو دالتا هذا هو سي أف تاع سي لأف وهنا يكي النقطة تسمى نقطة التامس فقط هذا هو المنحنة الرايح من ناجي دالتا وهاف هذا واش عندنا فقط صاح عاودوا وحدكم بتتعلم وجمع لما كان ما تعاودوا وحدك لك ما تعلموه نجو الآن إلى إذا نشوف طلع من لحق هنا وعاود هبط ورح جيت دالتا عنا الآن نجو إلى ثامينا قال موسيط حقيقي ناقش بيانيا عدد حلول المعادلة وعطنا المعادلة أولا قال لي بيانيا كلمة بيانيا معناه البيان يجب يكون صحيح هذه وحدة نجو إلى المناقش البياني المناقش البيانية هنا يرقام سهل لدي ركزوا كيف أولا العبارة التي أعطوها هنا مخلطة وهي X مربع ناقص أسية M X ناقص ثلاثة تساوي 0 هالعبارة واجدة ماش واجدة عبارة فاسدة قلنا من هذه العبارة سمع معايا وليدي بنتي لازم نوصل لهذه تساوي حاجة صح نحب كيف رأيكم لو كان هذا نجيبوه من صبح X مربع يساوي إنا أسية M X ناقص ثلاثة صحيح أستاذ وش رأيكم ندخل الآلان من والآلان من صبح لنا هاكذا الشاطري من آلان ومن آلان ش سيسرى هذا الآلان مع الس وش يسرى لهم يروحوا صبح له وهذا عنده الحق ينزل مع لأن نتعامل من صفر زيد من النهاية ما يسرى له صبح لثنين آلان X يساوي M X ناقص ثلاثة لأن الآلان مع X يروح نرجع هذا من صبح له هنا زائد ثلاث هاي يبدأ تبارلكم شتو كيف وش بقى قلنا نقسم على X قسم من على X وقسم من على هو راح تبقى نوش تبقى ن A لاحظوا معايا بين ذا العبارة وهذا العبارة رأيت بل نضيف ناقص X إلى كل طرف نضيف ناقص X إلى كل طرف هاي هنا خرجت شكون هي هذي هذي هي F X يساوي ناقص X زائد M عاودوا تشوفوا حدكم يا الشاطرين لاتخرجوها هاي شوف الشاطرين برافو جماعا اللي عاودوها وخرجوها وحدهم إذن هنا رأيك كينا خط أبرك هذا رجعنا مننا ودخلنا الآلان الآلان عمال يروح وهذا عنده الحق ينزل في المجال المجب ينزل عادي وبعدك هنا ناقص ثلاث رجعنا من صفحة ثلاثة أقسمت على X وضفت ناقص X إلى كل طرف خرجت عبارة الدلة تسوي حاجة ما هي الطبيعة التح كاميرا رأيكم فيقيلها مناقشة مائلة أن القيمة هنا ثابتة مباشرة نجيب المسترى التاعي في المناقشة المائلة نتعامل مع هذه الأعداد هنا في الأسرة مكتوب زائد صفر في المائلة نتعامل لأن كل مستقيم يكتب Y يسوي AX زائد B في المائلة نتعامل مع البي وفي الدولة نتعامل مع الA نحن رأينا مائلة هاي يجو بسم الله شعال كيف حل 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 حتى نوصل هنا مباشرة شعال حل سما حتى الوين حتى الصفر سما نقول هكذا أقل أو يساوي صفر للمعادلة حلا واحد كيف حل حتى لك نوصل هنا أستاذ لي حل تقاطع واحد اتطلعوا تشوف شوي شعال ولا زوج واحد زوج واحد زوج واحد زوج واحد زوج حتى نوصل هنا من صفر لاثنين جذر الأسية من صفر لاثنين جذر الأسية للمعادلة حل كيف هما متميز المهم حل وقال عدد الحلو فقط نوصل هنا شعال كين كين ما صبرك آم يساوي ناثنين جذر الأسية للمعادلة حلا أوكي حل ومن بعد مننا ما قال ليش أنا مضاعف لا مش مضاعف عدد الحلو نعطي له عدد الحلو مننا ونطلع مكان حتى هل آم أكبر عفوا تماماً تماماً مثنين جذر أ لا يوجد حلول لأنه قال لي ناقش هذا مك لأنه قال لي عدد الحلو نعطي له عدد الحلو وخلاص صح كمنا الآن مع المناقش هذه كمنا معها خلاص ننجو الآن إلى سؤال آخر اللي هو ما هو قال لي ثاني روماني لي تكون الدالة آش خلاص كمنا مع هذه لي تكون الدالة آش معرفة عن المجال المصطف للزيد منابي آش لإكس ساوي آف لإكس لكل مربع السؤال هو شكل جدول تغيير الدالة آش فقط إذن نقول جدول تغيير آش دالة آش نحن بي بليرا كي نسؤال مخفي الداخل وهو المشتقى والنهايات ولكن كما نقدر نديرهم مضربة واحدة أولا نحسب المشتقى التاعنا آش فتح آل إكس ولدي ركز هذا جاي في أحد البكوريت هذا اللي قل نتعل لي باك تسيب سؤال هذا أيدا لقوة آن لما اشتقوا هولادي هو هذا يهبط آن في آف فتحة في آف لآن نقص واحد سمع ثنين في آف فتحة لإكس في آف لإكس قوة ثنين نقص لها واحد شعال ترجع قوة واحد الثنين موجب سمع إشارة هذه المشتقى من إشارة هذا في هذا أروح جولادي غبل التي صاح وكننا ندير الآن الجدول التاعي شوفوا إكس آف فتحة لإكس عن من تنعدم آف فتحة هاي لكم التنعدم تنعدم عند آلف آلف زايد نقص نجول هنا ما ننسوش الصفر باللي قيمة ممنوعة نجول الآن إلى آف لإكس آف لإكس لكم شاطرين لإشارة تح إشارة المشتقى ذي في آف لإكس هو المنح نعطينا الإشارة ما فوق محور الفواصل بلس وما تحت محور الفواصل المو وما يقطع عند محور الفواصل إكس صفر وإكس واحد ها هم مين وراهم ما تنعدم يعني تعدم آف فتحة آف لإكس عند إكس صفر وتنعدم عن إكس واحد دائما فوقه بلس ما تحت مو وما يقطع ينعدم سمهنا خلاص خلينا ما فوقه من مو مو ومنا بلس ها مو مو بلس وبعد هذا ينزل وبعد الجهن آش فتحة لإكس شوفوا معي ناقص زايد ناقص زايد وبعد مباشرة جيني آش لإكس يعني يروف جدول واحد صاح نهبط نطلع نهبط نظل الوحي جولدي ما تخاف أمر بسيط ما معنى آش آش هي كل قيمة آف ربعهم أي ربع هذه تعطيكم زايد ما لنهاية ربع هذه زايد ما لنهاية ربع هذه تعطيكم آف لألف مربع آه لكن حظكم تركزوا شكل يقول لي آف لإكس صفر شاعد آف لإكس صفر شاعد تساوي آف لإكس صفر آف لإكس صفر ها هي آف لإكس صفر هنا شاعد تساوي تساوي صفر مربع صفر صفر لأن المشتقة الدلة التاعرة هي تنعدمنا من هند هذه الدلة تنعدم هنا وتنعدم هنا صفر صفر كير ربع يقول نفسه صفر هذا هو جذول تغيرات هنا كملنا برافو عليكم بعد ما كملنا كل هذا الجزء خلاص وعوده وحدكم وشمع بتعلموا جاء الآن السؤال اللي جاء بعده جزء ثالث قال من أجل كل عدد طبيعي أن نضع نضع وحدة المتتالية اللي تساوينا عبرة عن تكامل أسية N في أسية N زايد واحد F لX زايد X تفضل X قال لي أعطي تفسير الهندسي للعدد E N التفسير الهندسي للعدد E N بما أنه هذا التفسير الهندسي لاحظوا معي هنا التفسير الهندسي بتعني أنه نقول E N هو ومساحة الحيز المستوي المحدد ب ركز ولادي معي ها شوفوا معي أليس هذه المكتوبة F لX نقص Y F لX نقص Y وY ها هو هذا Y قال الولاد هو في الأسرة مكتوب Y يساوينا نقص X الناقص مع الناقص يرجعنا هنا زايد سما مساحة الحيز المحدد بشكون BCF و دالتا لأن هذا شكون هو دالتا والمستقيمين ذا المعادلتين X يساوينا سي أن و X يساوينا سي أن زايد واحد سي أن و سي أن زايد واحد مهما كان هي قيمة كبيرة على من على هذا العدد أي جي من مهما كان حتى لو كان نديره هنا صفر سي صفر شعال واحد السي هنا تعطينا واحد سما قيمة تعير يعني المساحة تعير يعني من هكذا يعني من من رايحة من هذا الأماكن سما هذا العدد هو هو مساحة صح سؤال اللي ورق لي بيّن أن من أجل كل عدد طبيعي أن قيمة هذه مجبا أن ماذا أن إي لآن مجبا تماما لاحظوا معي هنا أولا نحن اشتاع عندنا عندنا F لإكس زائد إكس هذه القيمة مجبا ها هي من علينا أستاذ لم سحاش F لإكس زائد إكس رايحة قيمة مجبا في المجال وينه واروح نوريكم له المجال ها هو المجال ذو مقيم إكس المجال في المجال اللي هو أسية آن إلى غاية أسية آن زائد واحد أن هذا القيم مهما كان ضده أي قيمة تيبوها تجيكم من درك الفرق هذا كيف ره جاي ره جاي بلوس ومن هو وش تصبح ومن هو عبارة تكون مجابة ندخل عليها التكامل لكن بالترتيب ما الصغير لكبير ما الصغير لكبير ما شي ما كبير لصغير ما الصغير لكبير تبقى محافظ على الترتيب تبقى أن التكامل من أسية آن إلى أسية آن زائد واحد آفل إكس زائد إكس تفاضل إكس تبقى هذا دائما مجب ومنه وهذا شكون هو يا الشاطرين أي يقول لولادي شكون هو هذا هو نفس إي آن أي إي آن مجب تماما هذا الفرق في ذا المجال الذي نتحرك فيه مجب كي ندخل عليه التكامل حدود التكامل تبقى بالصحة الصغيرة الكبير تبقى دائما مجب فإن المتتالية هذه مهما كان هي قيمته سيكون دائما مجب خلاص جاء السؤال الذي بعده خلاص كمنا مع هذه نجل الآن إلى السؤال الذي بعده هو يتمر رهايل قلي ثالثا حساب إي لآن بدللة آن أحنا نبدأ غبة التي هي صح تبدأ لها كذا إي آن يساوي أن التكامل من قصية آن إلى غاية آن زايد واحد آف لإكس زايد إكس تفاضل إكس ركزوا مع يمليح آف لإكس تصبحنا إي لآن يساوي أن التكامل أسية آن إلى غاية أسية آن زايد واحد آف لإكس زايد إكس يعني هذه آف لإكس ونزيد لهذه السماء هذا ما هذا ما هذا بشتي يسرى لو يروح تبقى أنه واش تبقى أنه ثلاثة زايد اثنين آلان إكس على إكس على إكس تفاضل إكس قسمتهم بالعاني قسمتهم قسمتهم هكذا عندك يكون عندك تكامل زايد تكامل مجموع عندك الحق تفركتهم تقسمهم على زوجة تصبح لي إي لآن سننتكامل من أسية آن إلى غاية أسية آن زايد واحد ثلاثة على إكس تفاضل إكس زايد تكامل أسية آن إلى غاية آن زايد واحد لإثنين آلان إكس على إكس تفاضل إكس الجداء ممنوع لأنها لازم تدخل فيها التكامل تزيق صح الجمع والطرح عادي عندك الحق الثلاثة تخرج لأنه عدد قمنا هنا واحد والثنين يخرج لأنه عدد ولا دي بناتش تهي الدل الدل اللي كي نشتق وتعطينا واحد دلال إكس قد تعرف وهي لغاية من إكس اسمه إي آن سونا ثلاثة في آلان إكس من أسية آن إلى غاية أسية آن زايد واحد ركزوا معايا زايد اثنين في لو تشفوا وتعودوا تذكروا دل هذي رأي مكتبة واحد دعلا إكس في آلان إكس هذي واحد دعلا إكس في آلان إكس اللي رأي عنده مشكلة مع الدواء الأصلية رح يكتب أقوى مراجعة في الدواء الأصلية يخرج لك فيديو في خمسة وربعين مثال تفهمهم حتى التشبع هذي المكتوبة إي فتحة في إي قوة واحد كل دالة مكتوبة المشتقة في الدالة دالتها الأصلية هي إي مربع على ثمين إي مربع على ثمين أو بصفة عامة كل دالة مكتوبة إي فتحة في إي قوة آن دالتها الأصلية هي إي قوة آن زايد واحد على آن زايد واحد خلال الكلام ما قال له دال كل دالة مضربة في المشتقة تحة ها هو القانون تحة سمه هنا يا شا ترجع عليكم دالة أصلية هذه هي إي وهذه هذه تمثلكم إي وهذه إي فتحة ترجع عنا واش ترجع عنا إي شا على القوة تحة واحد وزيدوا له واحد ثنين أعلى من أعلى ثنين سمه واش ترجع إيكس مواربع على هكذا من أسية أر لأسية أر زايد واحد عاودوا له وحدكم مجمع هذه إي واحد دالة إكس في آن إيكس رأي مكتوب إي فتحة في إي دالة أصلية تحة هي إي قوة واحد زايد واحد دالة واحد زايد واحد هاهي لكم خلاص هذا دي جاي يروح مع هذا مباشرة يروح هنا دلعناه خلاص أروح مجرد تعويضات أصبح إي آن يساوي ثلاثة في عوضة بالكبير آلان أسية آن زايد واحد ناقص آلان أسية آن ثم زايد آلان عفوا هكذا آلان أسية آن زايد واحد مربع ناقص آلان أسية آن مربع هكذا أبقوا معي الأسية مع الآلان يروح الأسية مع الآلان يروح وشي تبقى لي تبقى لي آن زايد واحد ناقص آن هنا كيف كيف الأسية مع الآلان تروح تبقى لي آن زايد واحد مربع وهنا الأسية مع الآلان تروح تبقى لي آن مربع شفتوا كيفاش صباح أنه آن يساوي هذا مع هذا يروح تبقى لي ثلاثة زايد احنا وش بقالنا بقالنا ان زايد واحد يكون مربع ننشروه هو ان مربع زايد اثنين ان زايد واحد ناقص ان مربع هذا مع هذا يروح تبقى ان ان يساوي ان اثنين ان زايد اربعة هذه عبارة يكون ان يعطيكم الصحة هاي لكم الجواب الصحيح بعد ما انهينا الان في رأيكم اجتيتبان هذا المتتالية ايه اتبان ديركت لمتتالية حسابية اساسه اثنين وحدها الاول هو ايصفر ايصفر اياربع ايه تبان ديركت كل عدد مضروف في انا مشيئا مربع هي متتالية حسابية صح قال لي احسب بدلة انا المجموع لكن المجموع اللي يعطيها النافي خدعة ايصفر ايثنين اياربعة حتى ما هو حدود متتابعة حدود متناوبة تغيير دلاء الزوجية لازم هنا تركز معي تدي الجواب الصحيح الآن سكملنا مع هذه السؤال اشتاوه هو حساب أسان بدلالة أم شو نوصي ولا ديمليح وركزوا معي النقطة نقطة تحدثنا على هذا الموضوع التعلمات الجميع اللي ما زالي عنه وركتب درس المجميع الأسترنور دي الناصحة لك بتدي وتصح الفكرة هذه إذا جاءتنا المتتالية غريبة شوية لأن الحدود التوحة موش متتابعة موش متتالية هندسية لأنها مناش عارفين حدود التوحة ليتبعا متناوبة رحوا إلى الحد الأخير نخلط فيه نصيب فيه متتالية جديدة ونطبقها على بقية الحدود ركزوا معي كيفها نقول عندنا إيه آن ما سيساوي؟ يساوي لنا 2 آن زيد ربعة لو لدي نزيد هنا 2 هنا وش عالة نزيد؟ هنا ثاني نزيد أفوا هنا ثاني نزيد 2 هكذا كان مكتوب هنا آن قلبتها 2 آن قلبتها هنا 2 آن ركزوا شها ترجع ترجع لنا إيه 2 آن تساوي لنا ربعة آن زيد ربعة وهذا المتتالية نسميها تي آن حيث تي آن متتالية حسابية أساسها آر يساوي لنا 4 وحدها الأول تي صيفر يساوي لنا شعال 4 آه خلاص ذرك سمارنا فوقنا صباح لذا المجموع التاعي آس آن يساوي ركزوا برك هذا كيف سميتوه؟ سميتوه تي آن سما تي صيفر نعاوضه هنا كي نعاوضه بصيفر تعطينا هنا شعال صيفر سما تي صيفر سوف نشوفوه هنا أسكو تي ثنين تي نعم تي ثنين هنا صيفر ثنين ونجو رايح إذن صيفر مع صيفر لو نعاوضه هنا بالواحد عاوضه هنا بواحد تي واحد سوينا اي ثنين اي صح تي واحد نزيد اللي وراء تي ثنين سوي اي ربعة تي ثنين سما صح رأنا رجعناها متتالية حدودها متتابعة احنا لازم من المجموع اللي نحسبوه لازم الحدود متتابعة عبرك شوفو تي زي رو تي واحد حتى الوين حتى التي ان خلاص اصبح لي اس ان طابعة تحت حسابي اصبحنا عدد الحدود دالي للنهاية ناقص بي دي زايد واحد بل كي هو حد يحسبوه من نمنوع خرج غالط حسبوه بهذا جديدة عدد الحدود على اثنين في حد البداية تي صفر تي صفر سوينا اربعة في صفر زايد اربعة اللي هو اربعة زايد لحد النهاية تي ان تي ان هاي قيمتها اربعة زايد اربعة ان هاي خرجت صبح لي اس ان يسوي ان زايد واحد منى هذي يشعل ترجع ترجع لنا ثمانية نختاز المنى ثنين ثنين ترجع لي هكذا ترجع هنا اربعة ترجع لي هنا اثنين ان اربعة زايد اثنين ان هذي هي اس ان تعيد بعد ما نختاز لها سؤال اخر قال هل يوجد قيم العدد الطابعي ان حيث تحققنا هذه معرفة ان وجدت قيم ان حيث اس ان يسوي نشعل اثنى عشر مع ان لازم نفهمه بالعدد الطابعي يعني ما فيه لا فاصلة ولا نقص هاي هنا صبح لي ان زايد واحد في ربعة زايد اثنين ان يسوي اثنى عشر شوفوا لك ينقيم ان ولا لا ننشر هذا في ذا يعطيني ربعة ان وذا في ذا زايد اثنين ان وربع زايد ربعة زايد اثنين ان نرجع ذا من ناقص اثنى عشر يسوي صفر رجعت مع عدلة صفرية خلاص اثنين ان مربع زايد ستة ان وهذا وذا ناقص ثمانية يسوي صفر صحيح يمكن نخرج اثنين عام مشترك او نقسم من على اثنين 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 ترجع ان ان مربع زايد ثلاثة ان ناقص ربعة يسوي صفر صحيح رحوا الان المميز بي مربع تسعة ناقص ربعة في واحد في ناقص ربعة دالتا يسوي ان ستعش خمسة وعشرين جذر دالتا يسوي ان خمسة ان واحد يسوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على ثنين ا تعطينا ناقص ثمانية على ثنين تسوي ناقص ربعة لا ينتمي الى الاعداد الطبيعي اسم مرفوض هذا ما ندوش ان ان عدد طبيعي ان ا ا ا ناقص بي زي جذر دالتا على ا ا تعطينا ا 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 اسم ما هي قيم ان ا ا ا ا ا ا ا حيث اس ان يساوي النا 12 هي ان يساوي النا 1 هنا قدر نجرب واحد زايد واحد اشعال ثنين ثنين زايد 4 6 6 في 2 12 ايه صح كان من اسم الواحد اللي قينا يحقق واش رأيكم في مسألة هال كان عجبتكم خلونا في التعليقات بها نزيد نعطيكم تمارين فيها الافكار الشاملة يعني اي حاجة نحتاج نصيبها في تمارين واحد خلوها هنا في التعليقات وفي الاخر ولادي ابنتي لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح مع رحمة الطائرة مع تحية الاستمر دين محبك والمتعليق اللي كملت الفيديو وفهمت وزيد تعطيتنا تعليق على التمرين سلام وليدي وبنتي